اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفلسفة النهاردة ان شاء الله حلقة متميزة وجميلة ان شاء الله اتمنى انها تكون جميلة واتمنى انها تعجبكم النهاردة جمعنا اكبر كمية من الاسئلة على الباب الاول فلسفة طبعا الباب الاول فلسفة خلص قلنا ان احنا نعمل حلقة مراجع عليه نفتكر مع بعض المراحل نفتكر الميساق للدعوة لحقوق الاجيال المستقبلية نفتكر الفلسفة اللي دعوه للحفاظ على حقوق الحيوان يا طرى العلاقة الاساسية بين الانسان والبيئة ابتدت بايه؟ توسطت لايه؟ وانتهت لحد ايه؟ نشوف كمان يا طرى فيه منظمات طب ايه نوع الاسئلة اللي بتيجي؟ ونشوف مع بعض اجابتها النموذجية تعالوا بينا اعزاءنا الطلبة والطالبات ونبدأ ان شاء الله حلقة تكون جميلة ونلاقي انها لمت معاكم الباب الاول ككل على هيئة سين وجيم تعالوا بينا نشوف السؤال الاول بيقوليه ونشوف يا طرى اجابتها تقوليه تعالوا بينا نعرض السؤال الاول السؤال الاول بيقولي ظهرت الاثار السلبية للعلم المعاصر على البيئة في مرحلة ده سؤال تحت عنوان اختر مع التعليل ظهرت الاثار السلبية للعلم المعاصر على البيئة في مرحلة الاستغلال والسيطرة التفسير والتوظيف الاحترام والصوم والقهر والاستبداد ايه ده ده انا سمع واحد بيقولي انا سعب بطلغبط في الكلام دوت وساعات المراحل بتخش ببعضيها طب ايه رأيك نعلمك طريقة سهلة انك انت تحفظ من خلالهم المراحل اول مرحلة عندك كان اسمها تقديس تقليل مرحلة اولى صح وجد الانسان نفسه وسط بيئة مخيفة يبقى مرحلة اولى ملهاش فترة زمنية مجتمع بدائي وقلنا المثال عبد بابليون وهنود واليونانيين كبيرنا شوية رحنا على مرحلة التفسير والتوظيف ظهرت حضارة يونانية حتى مطلع العصر الحديث كبيرنا شوية رحنا لمرحلة الاستغلال والسيطرة ظهرت في العصر الحديث بمناهج والحديثة المنهج التجريبي كبيرنا شوية رحنا لمرحلة القهر والاستبداد حصل فيها العلم المعاصر تطور تطورا شديدا معنى كده عشان تميز عندك تفسير توظيف افتكرها بالحضارة اليونانية عندك مرحلة استغلال وسيطرة عصر حديث عندك مرحلة قهر والاستبداد هنفتكرها بالعلم المعاصر طب فضل معنا الاحترام والصون هتبقى العصر الحالي يبقى معنى كده الاختيار هيكون مرحلة القهر والاستبداد يبقى تعالوا نبصوا تاني على السؤال ظهرت العصار السلبية للعلم المعاصر على البيئة في مرحلة هنختار القهر والاستبداد مش اخترنا القهر والاستبداد لازم نشرح خط درجة الاختيار ما بين متعدد لازم لك تشرح الكلام طب واحنا بنشرح الكلام هنقول ايه هنقول ظهرت مرحلة القهر والاستبداد في العلم المعاصر تطور تطورا شديدا مش طب ايه الاصار السلبية المترطبة عليها اصار السلبية المترطبة عليها خلي بالك ايه اللي حصل الانسان نادى او حصلت احداث تحولات في الكائنات الحية اللي هي الحيوانات والنباتات الانسان عمل تطوير للهندسة الوراثية والاستنساخ يبقى معنى كده حضس التغيرات في العلم المعاصر في مرحلة القهر والاستبداد دعالوا بينا نشوف سؤال اخر هيقول لنا ايه السؤال بيقول لي جسدت الحضارة المصرية القديمة التوازن بين تقديس البيئة والسيطرة عليها لبناء حضارتهم حل للعبارة طب تيجوا نفتكر مع بعض تخذت حكماء الشرق حكماء الشرق مصر والصين هنا السؤال بيقول لك ان الحضارة المصرية القديمة عمل اتنوع من انواع التوازن تقدسها للبيئة وبناء الحضارة لمحت الحضارة المصرية القديمة يبقى عايز اسمات المصر القديم واحنا بنحفظ اسمات المصر القديم سمع واحدة هو بيقول معايا هنقول خمس جمل عورفة ظهرة ظهرة احترم قدسا واحنا بنكتب اهم حاجة نخلي اجابتنا في نقاط اجابة بداية جملة ونهاية جملة تكون واثق من نفسك وانت بتكتب ومش قلقان ومش غايف وارد ان انت تنسى حاجة ما فيش مشكلة احنا لسه في البداية هنفتكرها مع بعض في المراجعات هقول عورفة المصريون والقدماء بحبهم الشديد للبيئة وقدسوها لدرجة العبادة من اجل بناء حضرتهم العظيمة والسيطرة عليها احط نقطة اجي في رقم اتنين واروح ايلى ظهر الحب في كتاب اسمه كتاب الموتى اقدم الكتب الانسانية المصورة لدى المصر القديم الذين انا جدهم يدركون ان الحفاظ على البيئة احد وسائل التقرب للاله وليس لمجرد الحياة على الارض عايز الاله يرضى عنك اعمل احد وسائل التقرب للاله ما تقزيش حيوام تقزيش نبات دي رقم اتنين تلاتة ظهر الحب ايضا في تعويزة اسمها تعويزة اعلان البراءة امام الاله الاعظم والتي يبدأ المتوفي بقوله السلام عليك ايها الاله العظيم انا لم اعتدي ولم اأخذ حق من حقوق الكائنات الحية نعمر ما اعتدت على حاجة ولا ازيت كائن حي هنيجي في رقم كام اربعة المصر القديم احتارة ما كل ما ظاهر البيئة شمس وهوى ومية وطربة وحيوان لدرجة انه اتخذ من الشمس الى خمسة قدس المصر القديم نهر النيل ووجه له الاناشيت خلال صلاتهم يبقى احنا هنما كام جملة خمسة عورفة ظهرة ظهرة احتارة ما قدسة ده عن الحضارة المصرية تعالوا بينا نشوف سؤال اخر نشوف يا طرق اجابته هتكون عاملة ازاي السؤال بيقول لي اكدت الفلسفة الطاوية حكمة الوجود الطبيعي والترابط بين الاشياء حلل العبارة اكدت الفلسفة الطاوية حكمة الوجود الطبيعي والترابط بين الاشياء حلل العبارة الفلسفة الطاوية ها فلسفة الطاوية يبقى مين برافو عليك يبقى الصين معنى كده كانت البيئة عند الصين تمثل الطاو والطاو يعني مبدأ قانون مقال كان الزات للاشياء الصينيين اعزقنا الطلبة اامنوا بحكمة الوجود واتصاقه وانتظامه وترابطه طب احنا عايزين نعرف بوجهة نظرك يا صين ايه تتمثل في ايه يا طرق ايه 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 وجهة نظرك احنا عايزين نعرفها اربع جمل لما شوف بقى مين اللي هيقولهم معاي واحد المساواة بين جميع الكائنات الحية اتنين الغاء التمييز المصطنع بين الانسان وباقي الكائنات الحية انت مش مميز عليهم انت زيك زيهم خلي بالك يا لا تعتبر اساءة لان الانسان محتاج للحيوان والنبات والنبات والحيوان محتاج لمين للانسان تلاتة يجب ان يحيا الكل مع الكل فيه تناغم وود وانسجام اربعة ينبغي على الانسان ان يحفظ توازنه وقال لا يتعدى على باقي الكائنات الحية بحجة انه الارقة والاقوى وحط نقطة ما ننساش نستشهد بلاوتسي الفيلسوف الصيني قائلا ومخاطبا الانسان اتحسب انك قادر على تولي امر العالم انا لا ارى ذلك ممكنا ان العالم مقدس ولن يساك تحسينه ولو حاولت لكان خرابا وضمارا عليك لووتسي اعزقنا الطلبة يعطي اشارة انذار مبكرة للانسان اي محاولة منك للتلاعب بالبيئة ومقدراتها سوف يحل الخراب والضمار عليك تعالوا بنا نشوف سؤال تاني ونشوف يا طرق اجابته ايه مع بعض السؤال بيقول لي دخل على ابن رضوان للفكر البيئي من باب تخصصه في علم الطب دلل على ذلك شكل السؤال خضيني على فكرة دخل علي بن رضوان للفكر البيئي من باب تخصصه في علم الطب دلل على ذلك ما ننخضش من شكل السؤال السؤال هنا عايز اسامات علي بن رضوان في مجال الفكر البيئي تيجي كده نشوف علي بن رضوان طبيب مصري قدم العديد من الإسامات في كتابه رسالة في الحيلة في دفع مدار الأبدام بأرض مصر يا ترى اي إساماته ابن رضوان خمس جمل معاه سهلين دارسة تأثير المكان عناصره البيئية شمس وهوى نبات وقلقته وتأثيره على الإنسان يعني ابن رضوان هيربط ما بين مكانك وبئتك ونباتك ومناخك وبين الأمراض والأوبعة التي تصيب الإنسان ابن رضوان قدم دراسة بيئية أيكولوجية تربط بين السبب والنتيجة بطريقة جدلية ابن رضوان يتسم علمه ومنهجه باربع كلمات علمية برافو عليك في حد بيقول معايا هو علمية شمولية دقة تكامل لدرجة أن كتابه يحاكم كل الكتب المعصرة في مجال البيئة ابن رضوان درسة أثر موقع مصر الجغرافي ومناخة وعلاقتها وما يصيب الإنسان من أمراض وكيفية الوقاية منها ابن رضوان درسة عادات البيئة وقصرها على عادات وأخلاق وطبائع وتقاليد المصريين معنى كده أنا مش عزاك تتخض من السؤال السؤال بيقول لك ابن رضوان دخل وعلاقته بالبيئة متتخضش يبقى هو عايز يطرى إيه إسهامات ابن رضوان في مجال الفكر البيئي تعالوا بينا نشوف السؤال آخر نشوف يطرى إجابته معانا هتكون عاملة إزاي سؤال تحت عنوان حدد صواب أو خطأ مع التعليل استند توم ريجان في إكراره لحقوق الحيوان للمذهب النفعي إيه السؤال ده؟ ده السؤال ده بي لغبطني توم ريجان ومذهب نفعي طبعا العبارة برافو عليك العبارة خطأ استند توم ريجان في إكراره لحقوق الحيوان يطرى مني يعرف يجاوب للسؤال ده يطرى استند على إيه؟ برافو عليك استند على مسلمة إيه المسلمة؟ جملتين اتنين أكد ريجان أكد ريجان يبقى العبارة خطأ توم ريجان ما ننساش شارك بيتر سينجر في دعوته للحفاظ على حقوق الحيوان مستندا على مسلمة إيه المسلمة؟ أكد ريجان أكد ريجان أكد ريجان أن فكرة إيذاء الكائنات الحية لأجل منفعة أو متعة هو انتهاك لحقهم في عدم الأزى احط نقطة واعتنسى اتنين أكد ريجان أنه إذا كان من حق الإنسان عدم الأزى فهو كذلك حق من حقوق مين؟ الحيوان طيب أما من اللي استند للمذهب النفعي؟ بروفو عليك اللي استند عليه هو بيتر سينجر يبقى معنى كده العبارة خاطئة كتبت العبارة خاطئة نحيزة ناش شطرة كده وهي بتجاوب العبارة خاطئة كتبتها بعد كده صححت العبارة وقلت إنها اعتمدة على مسلمة وبعد كده قلت أكد ريجان أكد ريجان تعالوا بينا نشوف سؤال آخر وشوف يا ترى إيه جابتوا مع بعضين السؤال بيقول لي حدد ستة مبادئ للأيكولوجيا العميقة عند إرني نايس معك تمانية انت بتحفظ ستة شان ستة في نصة هدينا تلات درجات حدد ستة مبادئ للأيكولوجيا العميقة عند إرني نايس تعالوا كده نفتكر مبادئ الأيكولوجيا العميقة عند إرني نايس إرني نايس عزيز الطالب قبل بس ما نقول المبادئ إرني نايس اعتمد على الأيكولوجيا العميقة إيه الأيكولوجيا احترام القيمة الذاتية لجميع الكائنات الحية بصرف النظر عن الفوائد النفعية للإنسان إذا نايس يدعو الاحترام كل من يعيش في البيئة بصرف النظر عن الفوائد النفعية للبشر والي قد أطلق عليها عميقة خلي بالك إحنا مش بنجاوب على السؤال أنا بفكرك بيرني نايس قبل ما نجاوب المبادئ والي قد أطلق عليها عميقة لأنها تبحث بعمق في علاقة الإنسان بالبيئة والتوصل إلى استنتاجات أكثر واقعية وفاعلية في العالم الطبيعي مش؟ فكرناك بيرني نايس سيجي نفتكر مع بعض المبادئ الستة للأيكولوجيا العميقة واحد إن عافية الحياة البشرية وغير البشرية على الأرض لها قيمة في حد ذاتا إن تنوع وثراء الحياة البشرية وغير البشرية لها قيمة في حد ذاتا يبقى تنوع أشكال الحياة له قيمة ثلاثة إن الظهور وتقدم وتطور الحياة البشرية وغير البشرية يتطلب عدد سكان أقل تعالى في المبدأ رقم أربعة إن التدخل الإنساني في عالم الحياة الغير بشرية من أجل تقليل التنوع ماله ليس إلا لسد الاحتياجات الأساسية والأولية يعني معناه ليس من حق الإنسان إنه يتدخل في عالم الحياة الغير بشرية إنه يقلل من العالم الحياة الغير بشرية إلا من أجل تلبية احتياجاته الأساسية الحيوية خمسة إن التدخل الإنساني الحالي في عالم الحياة الغير بشرية أصبح مبالغ فيه والوضع يزداد سوءا ناخد إبراهيم ألو ألو إزاك إبراهيم ألو إزاك عامل إيه؟ إلا في العصر الحاضر أه حيال ومعينا السؤال ده وهاجاوبه في حلقة المراجعة النهاردة ماشي بس كده؟ أه طب أسألك سؤال بقى عشان ده السؤال ده أنا جايبها فأنا أسألك سؤال مش أنت مذاكر؟ أي أسأل 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 جاهز؟ أه ماشي أنا حس أن أنت بتتخانق معي شوية إبراهيم؟ أسأل لا طيب ماشي تعرف تفكرني ببيتر سينجر؟ الحفاظ على الحيوان؟ بيتر سينجر؟ أيوة ها؟ لا أنا شايفاك شايفاك على فكرة أنت بتقلب خلي بالك أنا عندي زكاة بصري أنا شايفاك بتقلب في حاجة أنت إيه؟ بتقلب في ملزم؟ شكراً يا إبراهيم شكراً شكراً يا إبراهيم ماشي السؤال اللي إبراهيم سأله هو فعلاً معينا في حلقة النهاردة ده عن الملحوظة اللي موجودة تحت الجدول إن فلسفة البيئة لم تنشأ إلا في العصر الحاضر طبعاً هنلاقي السؤال ده معنا عبارة خاطئة لأنها نشأت منذ الحضرات الشرقية القديمة حيث كان الإنسان واعي لأهمية البيئة والحفاظ عليها ويجعلها بيئة متوازنة منذ القدم نرجع كان فضل لنا المبدأ السادس المبدأ السادس بيقول لي لابد من تغيير سياسة اقتصادية تكنولوجية اجتماعية حتى تتحسن الظروف عن الوضع الحالي يبقى معنا كده ست مبادئ للأيكولوجيا العميقة تعالوا بينا نشوف السؤال اللي جاي ونشوف إجابته إيه السؤال بيقول لي ظهرت مرحلة التفسير والتوظيف حلو هنا السؤال من الأسئلة الجميلة ما قاليش صح وغلط ما حطنيش في ربكة ولو إني أتمنى أن أنت ونتحطش في ربكة تجهز دماغك كويس تعرف كل مرحلة ظهرت فين لأن المراحل تعتبر عندي من الأسئلة المهمة طب ناخد الاتصال ده قالو الحمد لله تمام زي كمها زي حضرتك الحمد لله تمام عندك سؤال ولا هجاو بي سؤال ولا هطير رابي ولا هطير رابي زي رائم عند سؤال وعند جاو سؤال طيب قولي السؤال اللي عندك آآ برر العبارة ميش التي تكون ميش سلامة البشرية آآ معانا السؤال ده من سلامة البيئة سلامة البشرية من سلامة البيئة حلو ميش الكلام في عندك سؤال تاني رضا آآ في سؤال بيقول كيف تمام سمعيك يتحقق شعار آآ بيئة نظيفة تعليم كيف يتحقق شعار وزارة التربية وتعليم تمام ان البيئة النظيفة والصحة السليمة ده اسئلك كتاب مدرسة دي صاح آآ ميش البيئة النظيفة والصحة السليمة والصحة السليمة خلي بالك هو بيقولك ازاي بنحقى الشعار ده لو عشنا في بيئة نظيفة هنحقق صحة سليمة آآ معاك الكرة في ملعبك ورين شطرتك ازاي بمعنى عندك تلت جمل في اول الباب عارفة اقامة التوازن آآ تحقق التوازن بين مطالب الانسان في الاستفادة من البيئة الطبيعية او ضرورة احترام حقوق الكائنات الحية سواء نمات او حيوان ميش او ضرورة احترام حقوق الاجالة القادمة في الاستفادة من البيئة الطبيعية عشر على عشر لا ده لسه في حاجة تانية معاكي تلت جمل في مرحلة الاحترام والصون في مرحلة الاحترام والصون اللي هي وضع التشريعات والقوانين القوانين في بعيدها صح وضع التشريعات القوانين الصارمة لانحفاظ على البيئة وايقاظ اخلاقيات البحث العلي لحماية الكائنات الحية والاجالة القادمة صح هقولك حاجة شوف انا بوريكي بقى الاجابة بص الجبيعة ازاي معاكي تلت جمل تقوليهم بتوع اهتمامات السلام اللغضر معاكي تلت جمل ممكن تقوليهم بتاع منظمة العالمية للحيوانات البرية يبقى معنى كده الكرة في ملعبك احنا بيقولك ازاي نجمع ما بين حاجتين احنا صحة سليمة وبيعة نظيفة ازاي نحاش عرضة الكرة في ملعبك تختاري كيفما شئتي ماشي الكلام خلي بالك نفس الكلام نفس السؤال اللي انت قلتيه سلامة البشرين من سلامة البيئة هو هو نفس الكلام اللي عندي الدعوات الدعوات اللي من خلالها بحافظ على البيئة يا اما بتختاري التلاتة يا اما احترام وصون يا اما منظمة السلام يا اما العالمية للحيونات البرية يا اما لو انت تماما نسيت الكلام عندك المداخل ممكن تستشدي بيهم وتكتبي اي تلات جمل بالنسبة لك ماشي هتساعدين في السؤال او معاك السؤال على الشاشة ظهرت مرحلة التفسير والتوظيف شايفها مع الحضارة اليونانية اعرض في ضقم درس اشرحلنا التفسير والتوظيف انا نقول بدأت مرحلة التفسير والتوظيف مع حضارة اليونان ودور الفلسفات الطبيعية وتطورها حتى العاصل حديث حيث نجح عرضه في تكسير العالم الطبيعي المستندا على ان الارض هي مركز العالم وتطورها الفلسفات الطبيعية ان 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 سوري ثانية واحدة ان الارض والكائنات الحية هي الله سبحانه وتعالى لخدمة الانسان برافو عليك عشر على عشر حلو يبقى التفسير اللي سيطر على الفلسفة والعلماء طوال هذه العصور ان الانسان نظر للبيئة بكل محتوياتها على انها مهيئة من الله لخدمته وتحقيق رفاية برافو عليك يا معا وربنا معيك ويوفايك واجبتك بصراحة ممتازة برافو عليك لحب ديك شكرا لحب ديك نيش مع السلام مهى ساعدتنا وجاوبت لنا السؤال كنا نسيينه فكويس هي ساعدتنا وفكرتنا قالت التفسير والتوظيف ظهرت في الحضارة اليو نينية حتى مطلع العصر الحديث قالت نجح أرست وفسر البيئة والطبيعة على ان الارض هي مركز العالم الطبيعي قالت ان التفسير اللي سيطر على الفلاسفة والعلماء طوال هذه العصور على ان الانسان نظر للبيئة على انها مهيئة من الله لخدمته وكانت اجابة نموذجية دعوا بينا نشوف سؤال اخر نشوف يا طرق اجابته هتكون ايه اه ده سؤال بيقول لي تخيل تخيل انك عضو في منظمة غير حكومية نشوف معنا اتصال هيتخيل معنا ولا احنا اللي هنتخيل الو الو ايوة الو ايوة سلام عليكم وعليكم السلام ايوة مه مه ايوة ايوة لا يا مه ما تشخطيش فيا كده يا مه ازاي كمس وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندك سؤال ولا هتجاوبين سؤال يا مه لا عندك ماشي تفضل يا مه ايوة لو سمحت يا مسؤالية حضرتك نسبتيجي كل حصة انت اللي تفرحي اه معلش مش باجي ايه نسبتيجي كل حصة انت اللي تفرحي اه اه معلش انا كانت عندي ظروف خارجة عن اراطي وبعدين استاذ محمد واستاذ احمد سميدة اللي اتنين يعني اكثر كفاءة لكن انا فعلا كانت عندي ظروف والحمد لله لو تحلت جيت يعني انت اللي تفرحينا على طوب ان شاء اه لا ان شاء الله وهم معلش شماع اكثر كفاءة مني يعني هم اللي يعني بصراحة اكثر كفاءة لكن ان شاء الله باذن الله هتلاقيني متواجدة معاكم باذن الله ربنا يخليك يا حبيبتي ويوفقك ان شاء الله اه هتجاوبي على السؤال لا لا ليه كده معلش مش مزاكرة مش مزاكرة طب ما انا سعد انا حضرتك انا مستمد على حضرتك انت ماش ما تلاقيش خليك معانا وان شاء الله باذن الله احنا ان شاء الله معاك احنا التلاتة باذن الله شكرا مع السلام اه نرجع للسؤال الخاص بالتخيل اه السؤال بيقول لي تخيل انك عضو في منظمة غير حكومية لحماية البيئة اقترح المداخل التي تتبنيها لتحقيق هدفك اه ده ايه ده لو جالي السؤال ده اتخذ تشتكر ان اتخذ ولا نعرف نجاوب سؤال ابتدى معاك بكلمة تخيل تخيل انك عضو في منظمة غير حكومية اقترح المداخل اللي بتتبنيها لتحقيق هدفك تيجو نتخيل مع بعضينا يلا نتخيل المنظمة الغير حكومية احنا قلنا عبارة عن منظمة طوعية غير حكومية لا تستهدف الربح يقضها مواطنين على اساس محلي اقليمي دولي هدفهم مواطنين اليوم مهم مشتركة ييدفوا عن حيوان يانسان يبيئة يطفل وهدفها هي الملجأ الوحيد لتنفيذ المشاريع الانسانية لمساعدة الدولة هنا السؤال ما كانش عايز تعريف المنظمة ولا هدفها هنا السؤال بيقولك لو انت شغال في المنظمة تفتكر ايه المداخل اللي انت هتتبنيها ثلاث مداخل مدخل يهم اصحاب القرار مدخل يهم الفعاليين الاقتصادين بالقطاع العام والخاص مدخل يهم المنظمات غير الحكومية طب اول مدخل انا نسي اصلا الاهتمامات بتاعته مدخل يهم اصحاب القرار تيجي كده نفتكر ونساعد بعضينا وضع قوانين تشريعات للحفاظ على البيئة والحرص على تنفيذها اتنين تشجيع الثقافة البيئية نشر الثقافة البيئية خليك شاطره زكي وتخليش الكلام تستصعبه طب ناخد ايمان يمكن تساعدنا في المدخل التاني السلام عليكم وعليكم السلام زكي ايمان الحمد لله عندك سؤال ايمان ولا هتساعدينها في السؤال بتاع المداخل عشان انا نسياه لا اكنت عايزة شارك ماشا هتشارك يعني هتساعديني اه ان شاء الله بس هي تقفلي زي برايه متهرابي لا ان شاء الله خير ناشي احنا السؤال كان عندنا ايمان بيقول تخيل انك عضو في منظمة غير حكومية لحماية البيئة اقترح المداخل انا قلت اول مدخل اللي هو اصحاب القرار وقلت اهتماماته وضع قوانين للحفاظ على البيئة وقلت تشجيع ثقافة بيئة ونشر الثقافة البيئة تعرفت جبننا المدخلين التانيين اللي هو مدخل الاقتصاديين حل ومدخل الجامعات غير الحكومية المدخل الاقتصاديين اللي هو بيخصص بيخصص جزء من الموارد تمام وبيخصص من تلوث البيئة شاطرة وبيحدد جزء من الموارد للاجال المستقبلية على ما اعتقد لا دي ما نعتقدش دي لا او في نقطة كده مش فاكراها ماشي طب هاتي المدخل التالت اللي هو جامعات غير الحكومية بشارك في المجهودات للحماية البيئة من التلوث تمام وبتشجع الثقافة وبنشر ثقافة البيئة تمام وبتحد من وبواجه المشاكل ايوة المشاكل المترطبة على اختراط بيعملها عدم التوازن البيئي صح بالضبط الباب الاول عامل يوم معاكي حلوة ولا فيه حاجة صعبة ايه يعني الحمد لله لا يعني دي احنا مش عايزين يعني انا عايز تمام يا ميس حلوة او يا ميس ولا عندك حاجة صعبة نتكلك عليها دي النهاردة لا لا هو تمام بس ممكن اترك في سؤال تاني طيب ماشي انت ونصيبك بقى اللي جاي حلوة يا رب السؤال اختر ما بين الاقواس مع التعليل اهو السؤال قدامك الفيلسوف نقط يرى ان الانسان هو الاكثر وعيا وادراقا لضرورة التعاون بين كل الكائنات يترى بيتر سينجر ارني نايس أل دولي بولد هانزي يونيس اعتقد ارني يونيس ارني نايس ولا هانزي يونيس لا ارني نايس ولا هانزي يونيس اه ضيئة هو انا كده هو لو قلنا هانزي يونيس هقولي ان الانسان هو الاكثر وعيا الكائنات الحية تمام ومدرك للعلاقات ايوا وهو الذي يستطيع حماية الفكرة لا لا كده ازعل كده امام بصي بقى بصوا يشي خد ايه زعل ازاي خد اموشن الزعل هو هانزي يونيس وخلي بالك هانزي يونيس يعتبر من الفلسفة المهمين ولازم تركزي عليه معاك تلات اجزاء عند هانزي يونيس معاك تعريف اخلاق المسئولية ومعاك وجهة نظر يونيس في حقوق الاجيال المستقبلية والمساق ده تعتبر اهم جزء عندك في الباب الاول فلسفة ماشي موابط راح دايه مني شوية ماشي احنا عمتا جايبين التلات اسئلة بتوعه وفعلا هو يعتبر مهم جدا السؤال ده فانتي خليك معنا واحنا هنشرحه دلوقت سلام ماشي يا امين مع السلام طبعا الفيلسوف ناط نرجع تاني للسؤال الفيلسوف ناط يرى ان الانسان هو الاكثر وعيا وادراكا لضرورة التعاون بين كل الكائنات الحية هاختار هانز يونيس دعالوا كده نفتكر هانز يونيس هشرح ايه اخلاق المسئولية تلات جمل سهلين تفتكروا نحمل المسئولية لمين للحيوان للنبات يبقى نحمل المسئولية لمين للانسان يبقى يؤكد يونيس ان الانسان هو الاكثر وعيا وادراكا لضرورة التعاون المتبادل بين الانسان الكائنات الحية اتنين يؤكد يونيس ان الانسان هو الوحيد الذي يفهم معنى المسئولية ويتحمل تبعتها ونتيجتها وده بيفرض عليه نوع من انواع الالتزام الخلقي تلاتة تميز اخلاق المسئولية عند هانز يونيس بالدفاع عن حقوق الاجيال المستقبلية سواء كان مستقبل الاجيال بشرية او موارد بشرية وطبعية بمعنى كده خلي بالك من هانز يونيس ده اول جزء احنا قلناه بقيت الاسئلة على هانز يونيس احنا جايبينها في الحلقة بحيث ان احنا نغطيلك اكبر كمية الباب كله ان شاء الله هنغطيه باذن الله يبقى انا ناخد اسماء معنا زك يا اسماء عامل ايه الحمد لله طب الحمد لله عايز اترك عايز اترك الاسئلة بس لو جاوبت غلط يا اسماء هزع عليك هزع عليك هزع عليك طي عادي انت ونصيبك السؤال اللي جاي ماشي اهتمت لسؤال زكي ولقيم قوي خلي بالك اهتمت احدى المنظمات غير الحكومية انت معالية التلفزيون او حاجة عندك يا اسماء والصيب طيب اهتمت احدى المنظمات غير الحكومية لحماية البيئة بالحد من الاسلحة النووية بواب مقبل سينا بالقيم والسلم النووى بواب الشاطرة اتخانة عن استعمال المعيدات السيموية شاطرة ايوه المحافظة على السرواط المحافظة السرواط السرواط الطبعية برافو عليك يا اسماء هو فعلا كانت الايجابة هنا ما كانش ينفع ان احنا نكتب منظمة العالمية لحيوانات البرية هنا افلت دايرة قال لي يا طرى في منظمة تمت بالحد من الاسلحة النووية دللي بكتب اسم المنظمة السلام اللغدر وبكتب الاهتمامات الخاصة بيها حلو كده يا اسماء في سؤال عندك ولا ايه ولا عايزك جاو بسؤال ولا عايزك جاو بسؤال تاني هجاو بسؤال تاني ماشي اه سؤال دا زكي تخيلي يا اسماء انك بتشاركي في وضع ميساق لحماية حقوق الاجيالة المقبلة فهم السؤال ما هي مقترحاتك ماشي الاجيال المقبلة اول واحد الاجيال المقبلة حكب اللي يكون كلها بالارض غير ملاحة وغير تاني برافو برافو اه حتى السؤال السنتاع دي في مصدر التاريخ ماشي اه الا تاني بس معاك معاك انا قعدة اوم مستنية بس ما تخلنيش انام شوية الاجيال المقبلة حتى نقوله فرغزين كل جيل ما تقول عن منا الادرارات ماشي كل جيل ما تقول عن منا الادرارات الاسي لم يمكن الصحق وعلاجها تمام وكل جيل ما تقول عن ان يراكب وغير التغيرات لنتيجة عن سلوك انستوكولونوسيا تمام اهاتي تؤثر سلبا على الفيئة تمام بيادة تخاص جميع الاجراءات الملئمة حل من التحس والتعليم والتشريع ماشي يجب تشغيع الفقومات والمرزومات الفقومية على تنفيذ هايين بداية برافو عشرة على عشرة تعرفي بقى تقول لنا المساق دوت مين اللي عملو؟ ها؟ اللي عملو هانجي ناجي برافو عليك عشرة على عشرة يا اسماء شاطر يا اسماء مرسي يا اسماء على اجابتك وعلى مشاركتك الجميلة ربنا معاك ويوفعك السؤال دوت من لأسئلة الهمة جدا حلو جدا لان الكرف ملعبك في الاجابة عليه طبعا انا مبسوطة طبعا ان انتو مسكين زمام الامور في البابل الاول فالسؤال هنا من لأسئلة الحلوة بيقول لي تخيل انك انت بتشارك في وضع ميساق لحماية حقوق الاجالة المقبلة ايه هي مقترحاتك ميش الكلام الكرة في ملعبك يا اما بختار دانيال كالهان يا اما بختار هينز يونيس دانيال كالهان معك تلات جمل اجيال حالية اجيال حالية اجيال حالية الأجيال الحالية ألا تسبب ضررا للأجيال المقبلة الأجيال الحالية ألا تؤثر على كرامة الأجيال القادمة الأجيال الحالية في دفاع مصالحها الخاصة يجب أن تفعل ذلك بطريقة تقلل من المخاطر إلى حد ما تلت جمل ناخد جهاد من الفيوم عليكم السلام عليكم زك يا جهاد طبعا يعني أنا السلام اللي فاتت قلته برضو هقول ده أول اتصال يجيلي من الفيوم وأنا بحب الفيوم لأن أعدت فيها فترة في منطقة أسمعها كيمام فارس صح؟ صح؟ الحمد لله تمام فأعدت فيها فترة كده بس ده من زمان كنت واخدى منك الاعدادية بس فأعدت فيها فأنا بحبها وبحب أهلها يعني وكده ربنا خليجي عمي حتى يعني طعم الإخراج يقول برضو أنه بيحب الفيوم لأنه رحوا رحلة هناك برضو ليس السوائي أو حاجة عندكم؟ أيو 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 مطفرين الإخراج بيقول لي إحنا كمان طلعنا رحلة هناك فإحنا بنحبها عندك سؤال ولا هتشاركي معنا في إجابة سؤال؟ أنا سألك معاك بس هسألك برضو حاضر هسأل حاضر السؤال ماشي سأليني فضالي لا بيقول لي بيقول لي الفيلسوف مين؟ بيرى أنزل بيها التي نعيش فيها هيكش احترام كل من فيها بصاصة النظر عن السوائد النسائية حالو اسم الفيلسوف مين؟ أه بس عندي يمس سؤالين تاني برضو ماشي ماشي قولي السؤال التاني أه أكيد أنت عارفة أكمل يعني ولا إيه؟ لا أنت يعني مش أنت قلت سؤال في سؤال تاني بتقولي عزيز سالي؟ أه يعم قولي السؤال إيه؟ إنت عارفة دا ولا كمله يعني؟ لا قولي السؤال التاني وأنا هجاوبك الاتنين مع بعض طيب تمت إحدى المنظمات؟ حالو غير الحكومية؟ ماشي لحماية البيئة بالحد؟ دا احنا لسه يلينوا بالحد من الأسلحة النووية صح؟ اه دا اللي أنا برضو يعني متأكد منك هي اللي إجابة أنت قلت لها كلها صح؟ اه اللي هي منظمة السلام اللي أخضر طيب ماشي ماشي هل تقايدوا يقول دا الإجابة تحتوى مجرد تبقية؟ حسنا ما شاعر عددتك يا أنا ويتم لغبشة تبقرة هل تقايدوا؟ هل تقايدوا؟ ايوة لازم تشرحي مرحلة القهر والاستبداد وانت مغمضة؟ هل تقايد؟ نعم لا 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 ملاش داعب المنطق احنا هنا السؤال بيقولك هل تقايد القولة بأن البيئة ضحية التقدم التكنولوجي؟ هروح ايلى اقايد واروح شرحة مرحلة القهر والاستبداد طيب ماذا؟ دا سأخف تعومي ان تدعم بما تقول بحاجة منطقية؟ لا 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 طيب ماشي طبعا السؤال اللي بيقولك نحب البيئة ونحترم كل من في البيئة لو لمحتي كلمة بغض النظر وانت مغمضة على طول هاختار أرني نايس طيب أرني نايس اللي هو صاحب ماذا باسمه مين؟ أرني نايس الاي الاي الايكو الايكولوجيا العميقة الايكولوجيا العميقة اللي هو احترام القيم الذاتية جميع الكائنات الحية بغض النظر عن مدى نفعياتها المين للإنسان بقولك أنا لسا شرحة حاجة عايزك تساعديني في حاجة كان فيه سؤال بيقول اقترح ميساق للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة انا قلت دانيا الكلهان تلات جمل تعرفت قولنا الجمل اللي قدمها هانزي وناس هانزي وناس ايوة ايوة للاجيال المقبلة ايوة لالاجيال المقبلة طيب ناسي ايوة انا بصة هو وشايفة هو خلي بالك ايوة لالاجيال المقبلة حيث لها حفظ كوكب الارض ايوة لان يكون بقى غير مدوث صح وغير الثالث صح واستمتعوا بها مصدر في تاريخ البشر للثقافة والروابط التماعية تمام وعلى كل جيل اللي يسترد في منترة كوكب الارض واصلاحة وعلاجها صح لانا على الارض صح لا صح وكل جيل مسؤولة اللي يحفظ برقابة دائمة وقسيم زراع واللقف دي تقييم واعي يعني من الخلال والتغيرات النتيجة عن التكنولوجيا اللي هي بتأسس طلبا عن حياة صح صح كده برافو عليك بيجي بالتخاف جامعة الاجراءات الملأمة اللي هي بتاع ساملة التعميل التعميل تعليم والبحث والتشبيع غيرما من الحقوق اللي والتأكد من من انه يعني بيضح لها والحق منتعة صح صح برافو عليك من اللي بيجي برضو انه يحفظ الحكومات والمنظمات غير حكومية على أفراد وعلى تنظيم تنفيذ هذه المبادئ يا مدرسلين وجود الأجيال المقبلة آآ تلية تسعة آآ آآ ايوة بياسخ آآ بياسخ حقوقها آآ بياسخ حقوقها صح 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 كده يا اسماء برافو عليك وآآ شكرا على الإجابة ونتمنى ان احنا نكون فدناكي في الأسئلة اللي انت سألت عليها آآ وسلامي لكل أهل الفيون طيب طيب نعى السلام يا اسماء نعى السلام نعى السلام طبعا عندنا اتنين من الطالبات ساعدونا في اقتراح الحقوق الأجيال المستقبلية آآ أنا قلت دانيال كلهام وهانز يونس للأجيال المقبلة حق في كوكب أرض بيكون خالي من أي تلوث طاقة مسئولية على كل جيل ايه المسئولية اللي بتطاقة على الرقابة الدائمة للتغيرات الناتجة عن التكنولوجيا لأنها بتأثر سلبا على حقوق الأجيال المقبلة طيب عندي جملة تالتة يجب اتخاذ جميع الإجراءات بحث تعليم تشريع حتى يمكن ضمان تنفيذ هذه المبادئ نعمل أبحاث تبتشريعات طب نعلم عشان نضمن ان احنا نحافظ على حقوق الأجيال المقبلة يجب دعوة الأفراد والمنظمات الغير حكومية من أجل تنفيذ تلك المبادئ تعالوا بينا نشوف سؤال آخر نشوف يا ترى ايه جابته السؤال بيقول لي أراضة لبولد تغيير منظومة التفكير الإنساني تجاه الأرض حدد صواب أو خطأ العبارة مع التعليل السؤال مرة تانية أراضة لبولد تغيير منظومة التفكير الإنساني تجاه الأرض حدد صواب أو خطأ العبارة مع التعليل ألضو لبولد احنا عندنا اتنين دفعوا عن الحيوان بيتر سينجر وتوم ريجان طالع ألضو لبولد يدافع عن الأرض تطلع العبارة صحيحة طب تعالوا كده نفتكر طالب لبولد بأن يتسع مجال البحث الأخلاقي الأيكولوجي عشان يشمل أخلاق الأرض بما تضمه من شمس وهوى وطربة وحيوان عايز يا لبولد لبولد عايز يغير تفكير الإنسان تجاه الأرض من مستعمر من متحكم من سيد للأرض إلى أنه مواطن يحترم أعضاء وزملاء ومجتمع يبقى يجب علينا أن نحافظ على الأرض بكل مكوناتها يبقى العبارة صحيحة وبشرح ألضو لبولد الباب الأول يعتبر من أسل الأبواب تديننا متنساش لو جي السؤال وقال لي اقترح ميساق للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة كروف ملعبك دانيال كالهين أوهينز يونس أخلاق المسئولية يبقى على طول إنسان أكثر وعيا الإنسان هو الوحيد الذي يفهم معنى المسئولية تعالوا بنا نشوف سؤال آخر السؤال لسه حلينه مع بعض حدد المقصود بأخلاق المسئولية عند هينز يونس خلي بالك إحنا عرضنا لك الصغطين المختلفين لو جي السؤال تحت عنوان اختر مع التعليل أوهين السؤال قال لي حدد المقصود بأخلاق المسئولية عند هينز يونس تلات جمل يؤكد يونس أن الإنسان هو الأكثر وعيا وإدراكا ضرورة التعاون المتبادل بين الكائنات الحية يؤكد يونس أن الإنسان هو الوحيد الذي يدرك معنى المسئولية ويتحمل تبعتها ونتيجتها وده بيفرض علينا أن نوال التزام الخلقي تتميز أخلاق المسئولية عند هينز يونس بالدفاع عن حقوق الأجيال المستقبلية سواء موارد بشرية أو طبيعية تعالوا بينا نشوف سؤال آخر نشوف يا ترى إيه إجابته السؤال بيقول لي حدد صواب أو خطأ العبارة مع التعليل ألغت الفلسفة الطاوية التمييز المصطنع بين الإنسان وباقي الكائنات الحية طبعا هتطلع العبارة معنا العبارة صحيحة وأن تتمثل وجهة نظر السيم أربع جمل المساواة بين جميع الكائنات الحية إلغاء التمييز المصطنع بين الإنسان وباقي الكائنات الحية يجب أن يحيا الكل مع الكل في تناغم وود وانسجام أربع ينبغي على الإنسان أن يحفظ توازنه وقال لا يتعد على باقي الكائنات الحية بحجة أنه الأرقى والأقوى يا سلام لو تقول جملة لووتسي كتاب الطاو أتحسب أنك قادر على تولي أمر العالم أنا لا أرى ذلك ممكن العالم مقدس ولن يسعك تحسينه ولو حاولت لكان خرابا وضمارا عليك دعالوا بينا نشوف سؤال آخر دخل ابن خلدون للفكر البيئي من باب تخصصه كمؤسس لعلم العمران البشري دلل على ذلك دخل ابن خلدون للفكر البيئي من باب تخصصه كمؤسس لعلم العمران البشري دلل على ذلك ما تتخضش من السؤال السؤال عايز اسهمات ابن خلدون تعالوا بينا نفتكر كده يسهمات ابن خلدون ميز ابن خلدون بين البيئات الصالحة للعمران البشري والبيئات غير الصالحة للعمران البشري أوضح ابن خلدون في مقدمة كتابه كتاب العبر في ديوان المبتدأ والخبر تاريخ العرب والبربر والعجم تأثير الأقاليم الجغرافية على أحوال البشر ومبانيهم وملابسهم وأقواتهم تلاتة أكد على أثر الهواء خلي بالك السؤال ده جيف أكتر من سنة اختيار ما بين متعدد من الفيلسوفة الذي أكد على أثر الهواء في أخلاق البشر وطبائعهم طبعا بتختار ابن خلدون وما تنساش تقول المثال السودان ومصر شعق قليم حار إلا أنهم يتسموا خفة الدم مرح انبساط صرور عكس الأقاليم من الباردة بمعنى كده ابن خلدون ما تنساش تقول المثال تعالوا بنا نشوف سؤال آخر ونشوف يا طرق إيه إجابته مع بعض السؤال ده واتجلنا في بداية الحلقة من الأسئلة الملحوظة تحت المراحل أو علاقة الإنسان بالبيئة بيقولي نشأت فلسفة البيئة في العصر الحاضر وضح موقفك النقديم طبعا لا قاية هذه العبارة لو أنت جيت بسط عندك في كتاب المدرسة هتلاقي أن أنت عندك تقديس تقليل تفسير توظيف هتلاقي عندك استغلال سيطرة قهر واستبداد وهتلاقي عندك مرحلة الاحترام والصوم تحت البعض الجدول هتلاقيه ملحوظة أن الاهتمام بالبيئة لم ينشأ في العصر الحاضر أو فلسفة البيئة لم تنشأ إلا في العصر الحاضر ليه؟ لأنها نشأت منذ الحضرات الشرقية القديمة حيث كان الإنسان واعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها لجعلها بيئة متوازنة وهدئة للجميع تعالوا بينا نشوف سؤال آخر نشوف يا طرق إيه جابتوا النوزة جاي السؤال بيقول لي وضع الفلاسفة والعلماء نقاط رئيسية لحماية البيئة حلل العبارة وضع الفلاسفة والعلماء نقاط رئيسية لحماية البيئة حلل العبارة معك ثلاث جمل أول الباب إقامة التوازن ما بين مطالب الإنسان رغبة الإنسان السيطرة على البيئة والاستفادة القصوى من مواردها ضرورة احترام حقوق الكائنات الحية الحيوانات والنباتات ثلاثة المطالبة بحقوق الأجيال القادمة أو المستقبلية حلقة النهاردة كانت حلقة متميزة مش بيا مش بالأسئلة اللي احنا جايبينها طبعا الحلقة متميزة بفريق الإعداد والإخراج اللي معانا الحلقة أكثر تميزا بكم انتو لأن انتو شاركتونا النهاردة في الحلقة ولأن انتو كنتوا متمكنين في الإجابة على الباب الأول معنا كده الباب الأول باب ظريف وحلو أول مرة خدت كنت انت مستغرب من أسماء الفلاسفة وكنت مغضوط بالتكرار والممارسة والتدعيم هيحصل عندك ان انت هتفتكر كل فلاسفة طرح عمل ايه؟ ألدولي بولت أرض بيتر سينجر توم ريجان حيوان هينز يوناس أخلاق المسئولية انت نساش حقوق الأجالة المستقبلية والمساق إرني نايس عمل الأيكولوجيا العميقة والمبادئ الستة للأيكولوجيا العميقة مراحل معايا مهمة تقديس تقليل تفسير توظيف استغلال سيطرة قهر واستبداد والاحترام والصوم أتمنى عزقنا الطلبة ان نكون وفقنا ان احنا نجمع ولو جزء صغير من أسئلة من الحلقة تكون فادتكم ان احنا نكون زبطنا لكم المعلومة لو كانت واقعة احنا ركبناها تاني ولو كانت عندك احنا سبتناها أكتر لقاء آخر حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته